مشاهدين في كل مكان صباح الخير من صباح عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدين ودائما بنؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نسبه إليه ونحقق ما نتمنى من تقدم ورفع على هذا الوطن مجموعة الفقرات المتنوعة نلتقي معكم من خلالها اليوم كما تعودتم معنا وفقرتنا الرئيسية هو حديث عن المعارض المصرية أو تحديدنا المعارض الأثرية المصرية التي تجوب العالم والتي تحمل يمكن أعظم وأغلى الأثار المصرية وتكون هذه الجولات بمقاطات معينة الهدف منها هو الحديث وجذب مزيد من السائحين إلى مصر وأيضا تعريف العالم بقيمة الحضارة المصرية القديمة وأهم ملوكها وأهم كنوزها أيضا للحديث عن هذا الموضوع سيكون لنا لقاء مع المرشد السياحي والباحث الأسري الأستاذ فرانسيس أمين مشاهدين قبل أن نزم معكم إلى هذا الفصل نحب أن ننوه أن من الخميس القادم وتحديدا 25 يناير الجاري حينتقل برنامج بنصب عليك إلى أرض المعارض بمركز المنارة ومعرض الكتاب المصري حنتواجد خلال أيام هذا المعرض بشكل يومي حتى نهاية أيامه إن شاء الله في شهر فبراير القادم إذن من الخميس القادم 25 يناير حنبقى معاكم ولكن أيضا على الهواء وبشارة ولكن من أرض المعارض بمركز المنارة إن شاء الله متابعة حثيثة لأحداث معرض الكتاب الدولي مشاهدين أن نلتقي بعد الفصل ونتوصل معكم مع حلقتنا النهار مشاهدين كل مكان يمكن خلال الفصل الماضي وكان تنويه وإعلان عن بدء فعليات معرض القاهرة الدولي في دورته الخمسة وخمسين بأرض المعارض بمركز المنارة متابعة حثيثة إن شاء الله من كل المصريين لهذا الحدث الثقافي الكبير ودعوة لكل المصريين أيضا لحدوثه ونكرر أن تواجد برنامج بنصبع عليك من يوم الخميس القادم 25 يناير حتى 6 من فبراير من الشهر القادم هيكون متوجدين معاكم على الهواء مباشرة ومتابعة الفعليات هذا المعرض من خلال برنامجكم بنصبع عليك إن شاء الله من يوم الخميس القادم مشاهدين بندعوكم من خلال فقرتنا القادمة لهذا التقرير الذي يحمل عنوان صورة ومعلومة عن أول قائدة أوركسترا مصرية من صعيد مصر بنقدمها لكم من خلال قيادتها لهذا الأوركسترا ويمكن هذا التواجد الفريد حنرصده من خلال هذا التقرير لقائدة أوركسترا المصرية المايسترو إيمان جينيدي تابعوا معنا هذا التقرير ثم نعود ونلتقي إيمان جينيدي أول امرأة عربية تتربى على عرش الموسيقى استطاعت أن تكون أول قائد أوركسترا صعيدية وأول قائد أوركسترا سيدة في مصر والوطن العربي عندما تقف على المصرح تشعر كأنها والفرقة الموسيقية نغم واحد ينقل الفن إلى الجمهور طبعا أنا الحمد لله أول مايسترو سيدة على مصر والعالم العربي هي رحلة شقة جدا ما كانش مترتب لها بالمرة هم اللي ما كنت مرتبة فيهم من أيام أن أنا أكون مايسترو أو أن أنا أكون على الوطن العربي لكن أنا هي بتيجي ترشيبات من عند ربنا واجتهادا للعمل فهو اللي بيوصلك للمرحلة اللي انتي أساسا وصلت لها عشان أنا بحب المسيكة قوي وتربيت في أسرة فنية جميلة وتربيت عن فن والأعادات اللي كل يوم خميس بنعمل أعدة صامر بنا وبنبعد ووالدي ووالديتي ووالديتي واخوتي أكيد أحب المسيكة اللي زودة أن أنا دخلت تربية موسيكية وسفرت بره وخدت خرق فيه شباب ورياضة في دول العربية ورجعت مسيكت قائد الفرقة القومية للموسيكة العربية بعدما رجعت مبارة في محافظة بنسوف خلى مرحلة التكوين كبرة قوي والحلم كبر معاك قوي فكل ما بتنجحي بتلاقي الحلم عندك أكبر ففجأت أن أنا طبعا لما مسكت قائد الفرقة القومية للموسيكة العربية في محافظة بنسوف كنا أربعين قائد كلهم كانوا رجالة وأنا الوحيدة الستة على مستوى الجمهورية فهذه كانت بالنسبة لي عاملة ضجة شوية وخاصة مش ضجة عشان أن أنا ست لكن عشان أنا بقيت أفخوص في المهرجانات والموسيكات الموسيكة العربية أخذ سبع جوائز في مهرجان أخذ ست جوائز في مهرجان كان أكبر نسبة تحضر لي حلمي بوكرو رجيب الله يرحمها الدكتورة رجيب الحفني والله يرحمه مايسترو عبد الحميد عبد الغفور فطبعا ده بالنسبة لي كانت علامة أن أنا أفوز وأخذ وأنا اللي أختم أغلب المهرجانات اللي كانت بتحصل في ده خلى الحلم بيكبر نالت الكثير من التكريمات منها تكريم من السيدة انتصار السيسي يوم تكريم المرأة المصرية أيقونة النجاح السيدة انتصار السيسي جات في وقتها أنا كنت محبطة نفسي عمال أشتغل وأصرف وأطعب والحلم كبير وكل ما دعف كاري بتكبر فجأت لشيليفون جالي يعني هو كرم من ربنا جات في الوقت اللي أنا كنت محتاجها فيه هي طفطفت عليها فكفية قوي أنا بشكرها طبعا بشكرها لأن هي خلتني أستمر وخلتني لا دا دولة عينها عليك فاستمري ويطعفي جدي جي كفية جي قوي قوي أقام الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية حفلا بمقر النقابة لتقريم الفنانة إيمان جنيدي باعتبارها أول مايستر نسائي في مصر الرحلة كانت شقة جدا لأن كان فيها جهد نفسي وجهد مادي وجهد زيت كوني مختلفة فالعقوات كانت كثيرة جدا جدا بس أنا عندي في حياتي دايمة بقول حاجة تغيرة جدا أنا ما بحبش الاستسلام ما بحبش الهزيمة ولازم أكون مختلفة ولازم أكون متنوعة لو فضلت على نفس الشكل الأولاني عمري في حياتي ما كنت أهوزل لكن لازم يكون عندك حلم متجدد فالحلم المتجدد بيخلي الناس مشتاقل مايستر وإيمان جنيدي مشتاقل فرقة مايستر وإيمان جنيدي إيه الجديد اللي في تعماله إيمان جنيدي اهتمامي بالمواهب الصغيرة اهتمامي بالمواهب الكبيرة تبني بعض المواهب اللي مش لقية ظهور اللي مش لقية ظهور فعشان أنا تعبت فبحب أقف جنب اللي محتاج لي وماقدرش أقول لا مشاهدين أهلا بكم معنا مرة تانية بنستقل معكم هذه المدخلة الهمة الحديث عن دور البيئة وتأثيرها على الحالة المزاجية للإنسان إذا كانت البيئة مساعدة على الجانب الإيجابي ودعم الحالة الإيجابية لدى الإنسان أو حتى بالعكس تماما مما يؤدي إلى تواجد حالة نفسية سلبية معنا على الهاتف الدكتور عاصم عبد المجيد أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة دكتور عاصم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح الخير يا فانك أهلا بحضرتك والأستاذ المشاهد كل أستاذ رحيك طيب بداية إحنا عايزين نتكلم عن البيئة وتأثيرها البيئة بشكل عام لو لها تعريف وإزاي بتأثر على الحالة المزاجية للإنسان طيب هو طبعا البيئة لو إحنا بنتكلم عن البيئة إحنا فيها عندها البيئة طبعا المادية وهي كل ما يوحيط طبعا بالإنسان الحاجات الصبيعية والحاجات اللي الإنسان صمعها كل ما هو موجود في موحيط الإنسان بشكل ماد ملموس وعندنا بقى بما أننا بقى ممتحدثين في الجانب السيكولوجي يعني فإحنا عندنا البيئة أو المناح مثلا الأسري أو البيئة الاجتماعية والنقصية اللي الصارد بيعيش بيها ده ببساطة تعريف البيئة طبعا زي ما حضرتك تفضلته أشارت التأثيرات للبيئة والمناظر الصبيعية أو الأماكن المفتوحة لا تقتصر فقط على تنمية الجوانب الإيجابية عند الإنسان وإنما أيضا بمخلصه من الكثير من المشاكل السلبية اللي ممكن تؤثر على حالته النفسية وعلى حالته الجسمانية يعني لو إحنا بنتكلم مثلا عن الضغوط النفسية اللي بتواجه الأسراد فدايما بنقول للناس أن أنتوا لازم تخرجوا الأماكن المفتوحة ولازم يكون فيه يعني مشاهدة للمناظر الصبيعية البيئية ده بيساعد على الاسترخاء الزهني والنفسي وعلى صفاء العقل ونصائه وكمان يعني برضو بننصح لو حد مثلا عنده مشكلة أو حاجة عايز لقصها قرار مهم لو أخذ القرار ده وهو في مكان مفتوح وبيشوف فيه المناظر الصبيعية هيكون هذا القرار أكثر فعالية وأكثر إيجابية من المكاتب المغلقة يعني إحنا دائما بنقول أن البيئة بمكوناتها الصبيعية الساحرة الخلامة بتؤثر تأثير كبير جدا على الحالة النفسية للصف وعلى يكونه يكون أكثر إيجابية وأكثر تركيزا وأكثر يعني كمان حتى بتحقق له متعة عقلية بتخليه يقدر يأخذ طراراته بمنتهى السهولة ده إذا كنا بنتكلم عن تأثير البيئة على التخلص من المشاكل السلبية زي الضغوط النفسية وغيرها والقلق والإجتئاب والتوتر إلى آخره الحاجة المهمة بقى الثاني إن إحنا تتكلم لما تتكلم مثلا عن تربية الإبداع ولو إحنا عايزين أبنائنا يكون مفدعين وإنمنا عندهم قدرتهم الإبداعية وعندنا إحنا كمان كأشخاص كبار بنقول إن مهم جدا توسيع وإسراء البيئة التي يعيش فيها الفار التوسيع والإسراء ده يعني الخروج من الحدود الضيقة للمنزل للأماكن المفتوحة ومشاهدة المناظر البيئية على طبيعتها ده فيه إسراء للبيئة وفيه إسراء كمان لإنه بيشوف مسيرات حقيقية كثيرة جدا ومتعددة دي بتستثير عند القصل الإبداع ودي من النقاط المهمة اللي دايما بنوجه لها حتى أبنائنا اللي بيذكروا يعني لو بيذكر في مكان مفتوح بنقوله دايما حتى يعني استخدم التهوية الطبيعية بحيث أنه برضو لما تبقى الأماكن مفتوحة قدامه وفيه هواء نقي متجدد بيدخل باستمرار لغرفة المذاكرة نعم بتأثر الحالة النفسية والاستعاب كمان بنخليه أكثر تركيزا ويقدر يجمع معلومات بسهولة يعني دايما تأثيرات البيئة الحقيقة تأثيرات مهمة جدا وبنادر دائما أنه يكون فيه يوم في الأسبوع كده البصرة بتخرج فيه للأماكن المفتوحة المشاهدة البيئة على حققتها من غير بقى السيميوليشن أو المحاكاة الإفتراضية ونسيب بقى شبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك وغيرها ونقرب للأماكن المفتوحة علشان نجدد نشاطنا نصف في ذهننا نعمل حالة من الاسترخاء الذهني والعقلي والنسلي نرجع الأسبوع اللي بعده وإحنا أكثر نشاطا وأكثر فضرة على العقل بشكرك جدا على هذه المدخلة الهامة دكتور عاصم عبد المجيد وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة مشاهدينا نتواصل بعد هذا الفاصل فانتظرونا أهلا بكم معنا مرة تانية الحدث الأبرز الآن اللي احنا بنتابع على مستوى الرياضة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كودفوار والنهاردة نحن على موعد مع مباراة مصيرية لمنتخبنا اللي حول كل مباراةه في دول المجموعات لمباراة مصيرية بعد النتائج اللي يعني مش هنقدر نقول سلبية بشكل كامل ولكن نقطتين مش كفاية للمرور من هذا الدور بعد التعادل مرتين بنفس النتيجة 2-2 أمام موزنبيق وغانا اليوم مع الرأس الأخضر العشرة مساء هيكون لقاء قوي بنتمناه بثلاث نقاط لمنتخبنا للمرور لدور الستاشر معنا على الهاتف الناقد الرياضي على أستاذ أحمد حسين أستاذ أحمد صباح الخير طبعا المقدمة بتاعتي وضحت الوضع بتاع منتخبنا في هذه المباراة خاصة مع الموقف اللي كلنا تابعناه من مغادرة محمد صلاح لكود ديفوار وزهابه بعد هذه المباراة لليفر بول انجلترا للعلاج يعني لو دماجنا بقى الموقف ده مع استعدادات المنتخب تأثيراته إيجابياته سلبياته ولا يعني الشكل هيكون إيه في مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر هو فعلا كلام حضرك مظبوط فعلا أن الوضع المتأزم لمنتخبنا الوطني في البطولة وحصوله على المقططين نتيجة التعدلين مع منتخبات منتخبية موزنبيق وغانا فأصبح منتخبنا الوطن النهاردة في وضع مصيري للتأهل إن شاء الله في حالة فوزه على منتخب الرأس الأخضر أو كابفيردي ده أول لقاء دولي بين منتخبنا الوطني ومنتخب الرأس الأخضر أو كابفيردي ده دولة برتغالية أو جزيرة في المحيط الأطلانطي وبلد مهتمة جدا بالرياضة في آخر عشر سنين وشوفنا لها تطور كبير جدا في خرط القضاء الموزنبيق وليد على فكرة وليد وكرة اليد أوكي فدولة متطورة جدا وأغلب مدربينها من برتغال بالصدفة مدربنا روي فيتوريا برتغالي بنتمنى إن القرى البرتغالية تنجح مع القرى المصرية بعد فشل كروش في البطولة اللي فاتت 2021 هو ماعتبرش فشل لما بيصل بيك للنهائي يعني أنت دلوقتي أصبح حلم الوصول للنهائي يعني دلوقتي إحنا وصلنا للنهائي بس للأسف بمستوى بقرى دفاعية عقيمة وانتقادات شفها الرأي العام والشارع المصري عن أداء المنتخب الدفاعي المرة دي بقى الوضع أكثر تأذيما ومنتخبنا الوطني جمع نقطتين من مباراتين ودي بتعتبر مفاجأة كبيرة الحل الوحيد للخروج من الأزمة دي هو الفوز على منتخب الرأسي أخضر بنتيجة كبيرة مش نتيجة كبيرة بأي نتيجة يعني يا أستاذ أحمد أي نتيجة النهاردة 1-0-2-1 قرامة المنتخب المصري اللي هو عايز يرده يقول إنه هو موجود في بطولة إنه هو عايز يقول إنه أنا أستحق إن شاء الله أتاهد للأدوار اللحاقة وأوصل للنهائي وممكن أخذ اللقب إن شاء الله للمرة التامنة في تاريخ منتخبنا الوطني أنا هدفي إن منتخبنا النهاردة من فوزو المريح إنه هو بيقطع الشك وبيأكد لمنتخبات البطولة إنه هو جاي نفس على البطولة مش جاي يطلع من الدور الأول زي ما حصل في 2019 يعني رب درت النفعة يعني تبقى الصعوبة في دور المجموعات يمكن تكون دافع للوصول لأنهائي ومغادرة صلاح وعدم وجوده مع المنتخب خلال الفترة اللي جاية ممكن يكون دافعة ولا ممكن يؤثر بالسلب يعني أنا الشارع رياضي شايف إنه هو تأثير سلبي وإنه هو إنه دي بتعتبر جريمة في معاشقر منتخبنا الوطني في قدفوار إن صفر لعبنا الدولي وكابتن منتخبنا الوطني محمد صلاح ثالث أفضل لها في العالم بمعاشقر يعني إنه فيه مكسامات ما بين مؤيد ومعارض على موقف الصلاح وكان الأفضل إن صلاح يفضل مع منتخبنا الوطني هناك في قدفوار اللي مزيد من الدعم والمؤذرة وإنه وجود صلاح ذات نفسه بيدي رهبة للفرق الأخرى حتى لو هو قاعد على دكتة البلاء ومش هيشارك منتخبنا الوطني إن شاء الله كل التوفيق لهي النهاردة إن شاء الله وإزمننا إن هو يحل يميع مشاكله والبداية السهية اللي هو عملها بفوز مريح النهاردة وإن شاء الله بإذن الله فتح السيسي أمس بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة حيث عقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يوجه رسالة لأسيوبيا بشأن الصومال ويؤكد محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها والرئيس يشيد بنجاحات الصومال ويؤكد إرادة مصر القوية للعمل معها الرئيس السومالي مصر حليف تاريخي ولن نسمح لأي دولة بالاستلاء على أراضينا وزير السياحة مصر سجلت 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من عام 2023 وزير السياحة حزمة من الحوافظ لصناعة السياحة سيتم إعلانها خلال عشرة أيام وزيرة الثقافة توجه بتشكيل لجنة مختصة لسير العمل بالمواقع الثقافية بأسوان وزيرة الثقافة تتفقد ورشة عمل سومبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة 25 يناير وزارة العمل الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص مدفوعة الأجر حماية المستهلك مصادرة 7.5 طن سكر و4500 علبة سجائر تم حجبها عن التداول 24 يناير 2024 آخر أيام الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس وزارة الأوقاف تم في تقييد صلاة الترويح بوقت محدد خلال شهر رمضان محمد صلاح منتخب مصر يضم أفضل 27 لعبا وأتمنى زيادة المحترفين اتحاد الكرة يرسل تقريرا مفصلا عن إصابة محمد صلاح لنادي ليفربول المنتخب يختتم تدريباته لمواجهة حسم التآهل أمام كاب فيردي في أمم إفريقيا أخيرا من أخبار التخص معنا اليوم تخص الأسنين انخفاض بالحرارة وأمطار متفوتة والعزمة بالقاهرة 20 والصغرى 15 الإسكندرية 20-14 مطروح 18-12 سهاج 23-9 قنا 26-11 وأخيرا محافظة أسوان العزمة 17 والصغرى 12 مشاهدين عند خلالة سريعة لهم أخبارنا معكم اليوم نلتقي بعد الفاصل ولقاءنا مع المرشد السياحي والباحث الأثري الأستاذ فرانسيس أمين نلتقي بعد الفاصل